ألف مبروك فوز شباب النادي الأهلي على شباب النادي زمالك بسنائية مقابل هدف أحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب وليد مصطفى في الديئة 11 في الشوط الأول وتعادل نادي الزمالك عن طريق اللاعب يوسف محمود في الديئة 60 زي ما احنا شافين مع حضراتكم ده هدف النادي الزمالك كان في الديئة 60 عن طريق اللاعب يوسف محمود في الشوط الثاني ده هدف النادي الاهلي في الديئة احداشر عن طريق اللاعب وليد مصطفى وابتدأ النادي الاهلي التسجيل في الشرط الاول هدف الشرط تعادل لنادي الزمالك عن طريق اللاعب يوسف محمود في الديئة ستين ثم ادرك اللاعب محمد فخري بكرة عرضية عن طريق اللاعب مصطفى فوزي البديل هدف تقدم النادي الاهلي هدف رائع عرضية عن طريق اللاعب مصطفى فوزي تفويت محمد شكري استلام رائع للعب محمد فخري اللي اسكن كرة فيه شباك نادي زمالك الف مبروك لشباب النادي الاهلي والجهاز الفني لعب النادي الاهلي تسيدوا اللقاء في الشوط التاني وكان ممكن السنائية تزيد لكن اضاع النادي الاهلي اليوم فوز كبير على نادي الزمالك الف مليون مبروك مرة اخرى لشباب والجهاز الفني للنادي الاهلي